هلو أنونا طبعا أصدقائي رجعتكم بخبر جديد يا أصدقائي عن عيد الفصح اللي سألتوني يعني هو عنا متى ينزل تحديث الفصح أطينا معلومات وغيرها من الأشياء فاليوم يا أصدقائي قررت أني أقل لكم على إيميل نار هما نزلوه حاليا إلا بحاليا سود زوليا فأصدقائي الإيميل يتحدث عن عيد أصدقائي قررت لكم على الأخبار اللي شفتها بالإيميل وأيضا قصص موجودة في الإيميل للغوسب جيرل والأدمن فأصدقائي حطوا لايكات تشاركوا بالقناة وفعلوا الجرس ويلا خلونا نبلش لاتس جو تذكروني يا أصدقائي الإيميل الأول لما غوسب جيرل شانتيا والأدمن في المختبر تبع الأدمن وسمعوا صوت غريب يا أصدقائي ضوضاء غيرها حسنا يا أصدقائي فوقتها يا أصدقائي الأدمن يريد يكتشف هذا الصوت بس قال للغوسب جيرل يعني هو يريد يبقى واحدة في المختبر فطلب منها أنها تخرج يا أصدقائي وفي اليوم الثانية أصدقائي قررت أن تذهب إلى الأدمن يعني تريد تعرف منين إجا هذا المصدر ممكن الأدمن عرف منين إجا هذا المكان أقصد المصدر وهذا لما دخلت على بيت الأدمن و تريد استود تتحدث عن هذا الشيء يعني عن المصدر الصوت رأساً الأدمن رأساً رأساً أنطها أرنب يا أصدقائي مثلما ترون بهذه الصورة نفس هذا الأرنب لكنه هذا كبير شوية باختلاف لون الصوت بالإذان وغيرها المهم فبعدها أصلاً ما يعني تريد استود في ماكو بس هو رأساً أنطها الأرنب وقال لها أعطينا به من الأمطار الغزيرة فشنو أمطار غزيرة يعني هي تفاجئة قالت شنو أمطار غزيرة إحنا بعد ماكو أجواء أمطار غزيرة يعني راح الشتاء حتى بعد ماكو أمطار فعن استغربت غوسبت غيرل يعني قالت شنو يقصد فأصدقائي بعدين قالت غوسبت газ pequيرل أكيد ما يقصد الأمطار يعني المطار كأي مطار هذا الماء قالت ممكن يقصد زخات الشهوب يا أصدقائي أكيد ما تعرفون شنو يعني زخات الشهوب يا أصدقائي فأصدقائي نجلت لكم صور من غوغل عما تعرفون شنو يعني مثلما شفوهم مثل هذه الصورة مثلا هذه تعرفو أكيد سامعين عن هذا الشيء بس ما تعرفون شو معنى الجملة أصدقائي يعني لما النجوم تساقط فأوكي يا أصدقائي أقل لكم على شغلة أن الدول الشمالية أصدقائي الأجنبية يعني تقع بالشمال تساقط يعني بهذه الأيام يا أصدقائي أو بهذا الشهر تساقط هواي نجوم بنفس الوقت وبشكل مطبيعي هواي فمثل ما شوفون هي هاي النجوم يعني وقت تساقط يا أصدقائي فممكن يعني قزون أنه راح بالتحديث راح ينزلون أو راح يكون أشياء تساقط ومن السماء تبع بيكي اكسي تخيلوا هذا الشيء أقل لكم أيضا توقعي إن شاء الله فياب يا أصدقائي ممكن هذا الشيء يعني صراحة فهي أدهمت تتوقع غوثوب جيرل هذا الشيء أتوقع أنه يعني لما يكون الليل في تحديث الفصح أعتقد راح تسقط نجوم بس بالليل ما أعرف أو بالنهار تسقط يعني أو بالنهار تسقط بيوض ما أعرف صراحة لكن هذا توقعي وأتوقع أنه راح تكون نجوم في الليل تساقط أحسر راح تكون حل الصراحة وأتوقع هذا الشيء فأوكي يا أصدقائي طبعا هو عد الفصح قرب جدا يعني إحنا قربنا أقل لكم على شاء الله أيضا أنه الأجانب الدول الأجنبية بالأصدقائي ينزل عدهم أو يصير عدهم الفصح قد زعيد الفصح يكون عدهم يوم الأحد القادم يا أصدقائي فيعني تحديث الفصح قرب جدا يعني مسألة أيام بسيطة وهاي يلا عود ينزل فأوكي يا أصدقائي حالي الإيميل اكتبوا لي بالتعليقة شون تتوقعون يعني بالنجوم شون تتوقعون شو حيضيفون أوكي وكتبوا نسبة حمازكم من تحت إذا الفصح صراحة عني كل شمتحمسة وبديت ألبس ملابس فصح لكل شمتحمسة إلا فحط للايك اشتركوا بالقناة فعلوا الجرس وبس باي أحكم شكرا شكرا شكرا